اعزائي مشاهدين مسائل فل عليكم ازايكم وعملين ايه قدمنا قبل كده السامسونج الجالاكسي ال اي خمسة وخمسين وعرفنا الفيتشارز او الاوبشن بتاعته وعرفنا سعره في متناول يد المستهلك المتوسط النهاردة بنقدم السامسونج الجالاكسي ال ام خمسة وخمسين تليفون جاي بمواصفات متوسطة وسيقعر بصراحة قليل في متناول يد برضو المستهلك المتوسط والاقل كمان من المتوسط بقدم مواصفات جديدة شوية علينا وحاجات مختلفة عن الفرجن اللي قبله هنشوف النهاردة مع بعضينا وهنفصصه حتة حتة وهنشوف سلبياته ايجابياته وهنشوف نقاط الضعف بتاعته القوة وفي الاخر بقدم ما بين ايدين حضراتكم داتة كاملة عشان تاخد اه القرار ازا كنت عايز تلقي التليفون بتاعك للجديد او تشتري الجديد ده لأول مرة القناة يا جماعة مهم جدا اه تفاعلكم عليها اه بتعلى يوم ورا يوم في الخوارزميات اليوتيوب بعد ما تتفعلوا على الحلقة اشترككم طبعا في القناة ده اهم حاجة عندنا عايزين نوصل لمية الف مشترك في خلال شهرين يلا مع بعض نرجع التليفون الروعة اللي من شركة سامسونج وهو السامسونج جالكسي الام 55 او 55 الجديد انا اخوكم اشرف عرفان ودي قناتكم اللي هتشتركوا فيها وهتدعمونا قناة ثاندر ليجيند يلا بيها اعزائي المشاهدين في كل مكان ازايكم واخباركم يا ربكم بخير اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ومعاكم اخوكم اشرف سامسونج الجالكسي الام 55 او 55 جاي بمواصفات متوسطة وسعر فعلا على قد الايد يمكن انتم عارفين ان الام 55 او فئة الامة متى بتبقى اقل او قد ما شوية من فئة الاي ولو حابين اعمل لكم مقارنة ما بينه ما بين الاي خمسة وخمسين او ففتا فايف اللي انا عملت له من كم حلقة او من حلقتين كده عملت عليه حلقة كاملة اه قلولي واكتبولي في التعليقات وانا بقى اعمل لكم حلقة مخصوص متفردة او منفردة بالمقارنة ما بين الام 55 وما بين الاي خمسة وخمسين دلوقتي مبتدى نستعرض التليفون اللي معنا النهاردة وقبل مبتدى طبعا ما تنسوش انا معها الاشتراك في القناة مهم جدا جدا تفاعل الحلقة عشان تعلوها في خبرزميات اليوتيوب سبسكرا باللايك والشير في كل مهنة الكومنس وارد اهلكم عطول وزيد الجرس وسمحتم فعلوه عشان اجي لكم كل بديد يلا ما بعد نبدأ راجع التليفون اللي معنا النهاردة الرائع من شركة سامسون هو سامسون جالاكس او خمسة وخمسين يلا بينا وكالعادة بنبتدى بشكل التليفون التليفون بيجي مستطيل للشكل مع دائرية الحواف وعدم حدياتها مع وجود بيزلس بسيطة جدا على الحواف الكاميرا السيلفي في المنتصف الاعلى من الظهر كلمة سامسونج من الاسفل بالعرض ومن فوق خالص على الشمال تلت دوار اللي تحت واحدة او اللي فوق بعض يعني اللي هما الكاميرات وعلى ايمانهم بتبقى الفلاش والظهر بيجي بمبيه اما من قدام فما فيش كارفت خالص ومسطحة تماما التليفون اولين عنه في تمنتاشر مارس عشرين اربعة وعشرين طرح للبيع في تمانية وعشرين مارس عشرين اربعة وعشرين من يوم وقت الاعلان بعد التليفون كالقاتي الطول في العرض في الصمك مئة دلاتة وستين فاصلة تسعة في ستة وسبعين فاصلة خمسة في سبعة فاصلة تمانية صمك ويعتبر آآ قليل وزن المقدر ليه هو خفيف مئة وتمانين جرام والتليفون وهي انه هو ياخد شريحتين من النوع النانو ولكن ما بياخدش او مش مجهز بالنسبة للشاشة نفسها شاشة التليفون ده من نوع او التردد بتاع الشاشة مئة وعشرين هرتز ومعدل عينة اللمس تلاتتلاف وستمائة هرتز بيوصل لألف نتز درجة وضوح مش هنقول قوية ولكن هنقول اه يعني مقبولة اه في وسط الضوء العالي او وسط او في ظل الشمس. بساعة الشاشة ستة فاصلة سبعة انش بقوة استحواس تسعين فاصلة واحد في المية شاشة الف وتمانين في الفين ربعمية بيكسل سبكت ريشو عشرين لتسعة مع كتابة بيكسلات تلتمية خمسة وتمانين بيكسل لكل انش يعني درجة برضو الوان ووضوح روعة جدا. التليفون مهايئة طبعا بالنظام والوزن ومحمي من النوع الخمس. سيستم اللي ينزل في التليفون دوت اندرويدا ربعتاشر مع الواجهة الوان يو اي الستة فاصلة واحد. ما اخلي بالكو بقى المعالج من شركة سبعة الجيل الاول. بعكس طبعا ال اي خمسة وخمسين لان اي خمسة وخمسين ينزل باكزونس. المعتمة ديها بتاعت البروسيسور والمعالج ده اربعة نانوميتر ده اوكتاكور او الانوية. النوارة الرئيسية بقوة اتنين فاصلة اربعة جيجا هيرز سبعة مائة وعشرة. تلاتة انوية متوسطة بقوة اتنين فاصلة تلاتة ستة جيجا هيرز سبعة مائة وعشرة ده المسمى بتاعها والاربع انوية موفرة طاقة بقوة واحدة تمانية جيجا هيرز قمسة وعشرة. اما وحدة الجي بي يو الرسوميات المدعمة من نوع ادريين ستتمية اربعة واربعين. التليفون بياخد كارت ميموري لغاية واحد طيرة. والتليفون نفسه. بينزل بذاكرة اما مية تمانية وعشرين جيجا بايت او ميتين ستة وخمسين جيجا بايت من نوع يوف اس تلاتة فاصلة واحد. وبالنسبة للرامات بينزل برامات واحدة للاتنين. تمانية جيجا بايت رام قبل للزيادة بتمانية جيجا بايت سيستيماتيك. كاميرات التليفون دوت في الظهر. تحفر بيجيب تلات كاميرات. الكاميرا الرئيسية خمسين الفاتحة ستاعت ساعة واحد فاصلة تمانية فيorge. بتسويق الرواية تمانية تلات ساعة عدسة اتنين فاصلة اتنين. اما الكاميرaga فهي تنين ميجا بيكسل . اربعة والتوليفة الرواية بيدعم إلي و Welsh بدعم تصوير و و الحد تصوير الفيديو بيوصل لاربعا كيم بفريم تلاتين كانت. اما الكاميرا الامامية فهي خمسين ميجا بيكسل فاتحة ساعة تنين فاصلة 4 مخارطا في الجامعisa وخمسين فهي اعلى لان الكاميرا بتاعت الاي خمسة وخمسين فهي اتنين وتلاتين ميجا بيكسل. المهم تصوير الفيديو بيوصل لاربعة كيب تلاتين سماعات التليفون من الاسفل من اعلى وما فيش مكان لتركيب الجاك تلاتة فاصلة خمسة. وحدات حدث بقى لحرك باحدث حاجة متأخر شوية خمسة فاصلة اتنين. موجود بس ده معتمد على الريجون والريديو مش موجود واليو اس بي من نوع اتنين فاصلة زيرو بيدعم بصمة التليفون ديت اسفل الشاشة وفيه جميع السنسوز موجودة في جميع التليفونات. اما بالنسبة للبطارية فالبطارية من نوع الليتيوم خمسة تلاف ميلي امبير. وبيدعم الشحن السريع خمسة واربعين وطولة لكن ببقاش معاه في العلب. التليفون بمنزل منه لونين. اما او وسعر التليفون والتسجيل حرقة خمسمائة وستين يورو. يعني طريبا بالمصري بنوصل لتمانية وعشرين الف جنيه. سعر مقبول نوعا ما وصاد الامكانات اللي فيه. سلبات التليفون. التليفون ما بياخدش او ما فوقش مش مدعم بالالكترونيك الاي اس اي ام. الرلمات بيتيجي فقط تمانية. التليفون بالنسبة للكاميرات اه اعلى حاجة خمسين ميجابيكسل. فيه اعلى من كده يعني. اه ده يعتبر بس تقريبا اللي موجود او اه اه السلبات اللي موجودة فيه التليفون تقريبا. اما الايجابات فاحنا طبعا زي ما انتم شايفين الشاشة الروعة. البرسيسور القوي. ووحدات الرائعة والكارت المامور اللي بياخد لغاية واحد طيرة. لغاية هنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب تكون الحلقة عجبة حضراتكم. مرحب جدا بالاستفسار في اي وقت. مشانس افكركم زي كل مرة. لو سمحتم ما تنسوا ناشر الاشتراك في القناة مهم جدا جدا جدا. سبسكرايب اللايك الشير في كل مكانكم منس وارضع حالكم عطول. وزر الجرس لو سمحتم. فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. آآ التعامل او آآ التفاعل على الحلقة مهم جدا انه بيعلي الحلقة في خبرزميات اليوتيوب. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم وسلام عليكم.